رح أقرأ من تسالونيكا الثانية إصحاح اتنين من الآية الأولى بولوس كان في رحلته التبشرية الثانية بعد برية رحلة تسالونيكا هناك أسس كنيسة وبعدين بيكتب لهم رسالة تانية الرسالة الأولى بيتكلم عن كيفية المجيء وهون بيكمل ما سيحدث قبل مجيء الرب يسوع المسيح بيتكلم للكنيسة بيعلمهم وهذه التعليم كتير كتير مهمة ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا بيعلمهم بقول أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا فأعطي قواعد ثابتي أي أن يوم المسيح قد حضر لا لسه ما حضر لا يخدعنكم أحد على طريقة ما لأنه واضح جدا لا يأتي إن لم يأتي الإرتداد أولا لا يأتي إن لم يأتي الإرتداد أولا هذه العلامة الأولى العلامة الثانية ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك يعني المحكوم عليه بالهلاك المقاوم أو المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه إنه إله أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه الذي مجيئه بيتكلم عن ضد المسيح أو المقاوم ابن الإنسان الخطية الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين في الهالكين مش في المؤمنين بالمسيح يعني اللي بيخدوها اللي بيضور على آيات ومعجزات لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا انبسطوا بالإثم ثم ننتقل إلى سفر الرؤية إصحاح 13 يتكلم يقول ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين أي الشيطان قدرته وعرشه وسلطانا عظيما وبعدين بيكمل يعني في آية ستة فتحفم بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء بجدف على مين على الله على اسم الله على مسكن الله وعلى الساكنين في السماء أي المؤمنين وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان أو أعطي سلطان بيصنع حرب آسف في الأول مع القديسين ويغلبهم وفيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبحها بعدين بيتكلم عن وحش آخر اللي طالع من البر اللي هو النبي الكذاب الدعاية يعني اللي بيروجله الدعاية للوحش الطالع من البحر آية أربعة تلات تاعش خلينا ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح جرح السيف وعاش وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم انتبه معاي تصنع لهم سمة علام يعني على يدهم اليمنى أو على جبهتهم وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد الوحش يعني ثلاث مواصفات اللي على الأساس أنه يعيش اقتصاديا ومبسوط ومش مهتم يعني ومرتاح عشان يعبد الوحش أنه لازم يكون إله السمة اللي هو العلامة أو الاسم اللي راح نشوف شو هو الاسم عدد إنسان أو عدد الاسم فإذن بقول في آية 18 هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده ستمائة وستات هاي المواصفات اللي بيتكلم عنها اشتركوا في القناة